والفنادق تعاني في باريس رغم أسبوع الماضة ليث إليك وما القصة؟ ليش يا ليك؟ مشخص لنا يعني عادل عادة بتقول لاي ممنيح المرة بعدنا مش نايمين قبل شوي خلصت سهرة بلانسياغا السهرة الكبيرة التي أقيمت بعد عرض أزياء بلانسياغا قبل يومين أقامت دار إغميس العريقة عرض أزيائها للملابس الجاهزة للربيع والصيف المقبلين وإذا بفتاة تعتل المنصة وهي تحمل بيدها لافتة يافتة عفوا كتب عليها توقف عن قط الحيوانات لاستخدام جنودها في صناعة الأزياء والغريب والصادم أنه كيف تم دخول هذه السيدة أو هذه الفتاة إلى عرض الأزياء وكيف أخفت اليافتة وكيف استطاعت أن تعتل المنصة أثناء العرض وتسير بين العارضات أما الاقتصاد الفرنسي ياريم وأسبوع الأزياء الباريسي فسجرت الفنادق هذا الموسم أدنى مستوى حجوزات الغرف الفندقية منذ سنوات والسبب عدم قدوم كثير من عالم صناعة الأزياء وزبائنه وقد يكون السبب لتغيبهم السرقات التي ازدادت في شوارع العاصمة الفرنسية في الفترة الأخيرة تخيلوا يعني الناس صاروا يخافوا من السرقة بفضلوا ما يجوا بتابعوا أونلاينا أكيد أثر طبعا على السياحة وعلى وجود المهرجان وسبوع الماضى أكيد يأثر كثيرا للماضى اليوم ريم شخصانتها مع آيفون ومع باريس لا لا بس هذا واقع خليني أسألك يا ليث عن إليس عب دائما ما يدور الحديث حول أيضا ديور واللي صار نعم خلينا نحكي في البداية عادل ريم عن فنانو عالم الأزياء أو عالم الفن الذين أصبحوا يتزاحمون لحضور عروض الأزياء ولكن فنانين قرن الماضي هذه المرة يعودون إلى ساحة الأزياء شهدنا المغنية الأمريكية تشير التي تبلغ من العمر 77 عاما في عرض فاليري ميسيكا للمجاوهرات الذي افتتحته زوجة الرئيس الفرنسي السابق نيكولاسا الكوزي أي عرض الأزياء والمغنية الفرنسية كاغلا بغوني وعربيا حضرت عرض فاليري ميسيكا الفنانة اللبنانية الأريقة والشابة مايا دياب وفي عرض بلانسيكا حضر كلهم من باريس هيلتون والمغني الشهير إيشير الذي ارتد قناعا على غرار كيني ويست في عرض بلانسيكا للمواسم السابقة كما حضر عرض بلانسيكا المغنية الفلسطينية اليانا اللي كنا معها اليوم بالسهرة بعد ما خلصت السهرة مجموعة ربيع وصيف 2024 الملابسة جاهزة نرجع لسؤالك يا عادل اللي صعب استوحى مجموعته الشبابية من الشفق متعدد الألوان واستخدم صعب الأقمشة الخفيفة ذات الألوان المفعمة بالحياة والمرقة بأسلوب الخياتة بولكا فساتين تعكس ألوان الكونوكروم وخصوصا الزهري أما عرض كريستان ديور فصممت الإيطالية ماريا جراتسا كيوري مجموعة تمزج بين الأنماط الذكورية والأنوثية تضمنت تنانير كاملة وأخرى مكشوفة وسترات ذات تصميمات خاصة وأقمشة باهتها وحواف غير مكتملة وقمصان تكشف كتفا واحدا استخدمت كيورو تريكو لتخفيف وزن التنورات ذات الثنيات يعني صار هلأ السيدة بتقدر تلبس قطع مش تقيل يعني صراحة ليت أديتنا وصفة للتصاميم رائع دائماً بنقول لتكون جميلاً عليك العناء وهون لا ما في عناء صار شكراً لك ليت يعني بصدفت يعني يعني صراحة تفاصيل رائع ويفضل إليه صعب هو إليه صعب فساتين الرائعة والمميزة والله يبلغنا